تعالي بقى نقف عند التمثيل الغذائي أصلاً ونفصصه كده عشان نفهم الناس إيه اللي بيحصل في جسم البنيادة من أول ما بيأكل؟ بيحصل إيه؟ معالجة الطعام مش سهلة يعني إنت عندك لما منيج نأكل إنا إحنا ما منحسش بالهضم لكن معادلة صعبة جداً الهضم والانتصاص وتخزين العناصر المهمة والتخلص من الفضلات والصموم ده معادلة تركيبة صعبة جداً ومن أهم الأعضاء اللي عندي المعدة المعدة الداء لازم نهتم بمعدتنا لازم لو عندي أي مشكلة حاسة بقى حاسة يعني ممكن نكون حاسة بحمودة ما أخدش من نفسي أدوية حمودة لازم ألجأ لدكتور جهاز هضمي لأنه ممكن يبقى ارتجاع في المريء أي مشكلة أي مشكلة في الأمعاء إمساك مزمن، إسهال مزمن، تقلصات ما أفتيش أنا وأخد دوة من نفسي لازم أهتم جداً بالمنظومة دي لأن المعدة والأمعاء هم اللي بيقدروا بيد الداء بيد الداء ونقدر الحاجات تمتص صح يعني أي حد عنده مشكلة في نقص فيتامينات المعادن لازم يركز جداً في المعدة والأمعاء إن هي المايكروبيون اللي هي البكتيريا النفعة البكتيريا النفعة مهمة جداً ما ينفعش يحصل لها إمبالنس